اعتصم اعضاء الهيئة الاردنية لنصرة الشعب السوري اليوم امام السفارة الروسية في العاصمة الاردنية عمان احتجاجا على مواقف موسكو الداعمة لنظام بشار الاسد والمتنكرة لحقوق الشعب السوري في الراية والكرامة مواقف حالة حتى الان من اتخاذ موقف حاسم من قبل المجتمع الدولي ضد جرائم النظام السوري بحق ابناء الشعب الاعزل هذا الاعتصام هو استنكار للموقف الروسي المساند للموقف الاجرامي في سوريا للنظام السوري في مواجهته للشعب السوري في امداده للنظام السوري بالسلاح ليقاتل شعبه او باستخدامه للفيتو والموقف الداعم المعنوي للنظام في سوريا هناك نقف هنا استنكارا للموقف الروسي الذي وقف بجانب الطاغي النظام السوري فهما الاثنان يتعاونان على شعب اعزل ويقتلونه بالأسلحة فإن النظام السوري قتله بالأسلحة أما الشعب الروسي قتله بالكلمة بكلمة الفيتو فماذا يريد المعتصمون أكدوا أن مطالب الشعب السوري غير قابلة للمساومة وأن نصرته تعتبر التزاما أخلاقيا وإنسانيا قبل أي شيء آخر اليوم هذا الاعتصام الأمام السفارة الروسية هو احتجاج على هذا الموقف السياسي الرسمي من قبل الروس لعله وعسى أنه يكون هناك مراجعة من قبل النظام السوري والسياسة السورية عفنا الروسية بموقفها السياسي تجاه ما يجري على الأرض السورية من إبادة للشعب السوري أنا بوجه لسألني بحب سوريا أنا بنظر لسوريا نظام وشعب أنا أتمنى أن النظام يجاوب مع الشعب والشعب يجاوب مع النظام هذه سوريا العرب يا أخي سوريا ما لازم إحنا نشعل النار يجب علينا نطلب من النظام ووجه من هذا المنبر المطلوب من الرئيس بشار الأسد أن يوقف أن يوقف تقول الجيش على الشعب السوري وذكر المعتصمون القيادة والشعب الروسيين أن العلاقة الأمثل بين الدول تقوم على علاقة الشعوب ببعضها البعض وليست على علاقة الأنظمة فقط لأن الأنظمة إلى زوان فيما الشعوب باقية لا تزول كما ذكروهم برحلة كفاحهم المريرة مع الطغاة من قبل زيد الخليفات أوريانت نيوز عمان